مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحصادي عام 2022 الذي سنستعرض فيه اليوم ملف النازحين والمهجرين في العراق والحديث عن نحو مليون ومئتي ألف نازحين ما زالوا مبعدين عن ديارهم فعلى الرغم من مرور تسع سنوات على انتهاء العمليات العسكرية كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وجود أكثر من أربعمائة موقع عشوائي للنازحين يضم أربعة عشر ألف أسرة غير قادرة على العودة لمناطقها بسبب عوائق عديدة وأكدت أيضا منظمة الدولية نفسها أن هناك قرارات سياسية تمنع عودة المهجرين من منطقة جرف الصخر في شمال بابل ومناطق أخرى في لنباري وديهلة من جهة أخرى كشفت منظمة ريتش الدولية المعنية بحركة النازحين أن 98% من نازحي العراق ليست لديهم رغبة بالعودة لأسباب تتعلق بنعدام الأمن في مناطقهم الأصلية وعدم وجود فرص معيشة وقلة الموارد المالية هذا فضلا عن معرقلات أخرى منها تضرر بيوتهم التي لا تصلح للسكن ومع بدء موسم الأمطار تزداد معاناة النازحين في المخيمات أكثر فأكثر إذ يقضون عامهم الثامنة في ظل ظروف بائسة لانعدام الحد الأدنى من مقاومات الحياة فضلا عن اهتراء خيامهم التي انتهى عمرها الافتراضي هذا وقرت وزارة الهجرة والمهجرين بأن عشرات ألاف الأسر العراقية النازحة غير قادرة على العودة إلى منازلها لأسباب وصفتها بالأمنية من دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق التي أعيد تدويرها ضمن تشكيلة حكومة السودان عادت مجددا لتكمل مشوار إغلاق المخيمات قسرا وتشريد النازحين من دون أن تؤمن لهم سبل العودة الطوعية على الرغم من دمار منازلهم وانهيار البنية التحتية لمناطقهم إيفان فائق التي تمثل ميليشيا كتاء بابليون والمدرج زعيمها ريان الكلداني على قائمة الإرهاب لارتكابه جرائم حرب ضد المدنيين تلتزم الصمت حين يكون الحديث عن مهجري جرف الصخر والعواسات وعزيز بلد وقرى مكحول ونحيات يثرب والسعدية وقرى المقدادية ومناطق في نينوان وطبعا لم يسلم حتى المسيحيون فقد أكد بطريار كيلكلدان في العراق لويس روفايل ساكو أكد مغادرة عشرين أسرة مسيحية العراق شهريا هربا من بطش الميليشيات وبالنسبة لمهجري قرى المقدادية في محافظة ديالة ولسيما سكان قرى نهر الإمام والميثاق والخلانية فما زالوا منذ أكثر من عام مبعدين على يد ميليشيا بدر عقب تعرضهم لقتل وحرق لمنازلهم وتجريف لبساتينهم المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان اتهم بدوره الحكومات المتعاقبة بتجاهل معاناة النازحين واقتصار إجراءاتها على قرارات تحاول عبرها رفع الحرج عن نفسها أمام المجتمع الدولي إذن مشاهدين الكرام كان هذا استعراضا سريعا لأبرز ما يخص ملف النازحين والمهجرين في العراق في عام الفين واثنين وعشرين شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة وإلى اللقاء